في ضحية فيتخي سيوسين الجنوبية لباريس لليانتشيز تتلقى أول حقنة لها من لقاح كورونا بعد فترة من الامتناع بسبب تزايد معدلات الإصابات في فرنسا وكثرة القيود الاحترازية المتواصلة الفرنسيون يقبلون على التلقيح من أجل حقنة ثالثة أيضاً في سياق يتسم بالاستعداد لعطلة عيد الميلاد واحترازاً للقيود المستمرة بسبب متغير أوميكرون ثلاثمائة حقنة كل يوم تقدم في مركز التلقيح لفتخي سيوسين غير أن الطلب على اللقاحات ما زال مرتفعاً كما لا يستطيع الكثيرون الحصول على مواعيد التلقيح رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستيكس أعلن قيوداً جديدة بسبب جائحة كورونا المستمرة وقرر إغلاق النواد الليلية قبل عيد الميلاد مع تشديد إجراءات التباعد إصابات كورونا في فرنسا تزداد بالإبلاغ عن معدل يومي بأكثر من 42 ألف حالة جديدة فيما توفي جراء الوباء منذ بدء في فرنسا أكثر من 120 ألف شخص وفق السلطات الصحية